بسم الله الرحمن الرحيم العقبة الثانية مع سبعين من الأنصار وعمره ثمانية عشر سنة وشهد بدراً وهو ابن عشرين أو إحدى وعشرين سنة وشهد أيضاً أحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هجر المسلمون إلى المدينة أخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن مسعود بعد أن أسلم معاذ كسر أصنام بني سلمة فقد كان عمر بن الجموح سيداً من سادة بني سلمة وقد اتخذ في داره صنماً من خشب يقال له منات يعظمه ويطهره فلما أسلم فتيان بني سلمة ومنهم ابنه معاذ بن عمر ومعاذ بن جبل فكانوا يدخلون الليل على صنم عمر فيحملونه ويطرحونه منكساً على رأسه في بعض حفر بني سلمة فإذا أصبح عمر قال ويلكم من عدى على آلهتنا هذه الليلة ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه فإذا أمس ونام عمر أعدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك فلما أكثر عليه استخرجه من حيث ألقوه يوماً فغسله وطهره وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال إني والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى فإذا كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك فلما أمس ونام عمر أعدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه ثم أخذوا كلباً ميتاً فقرنوه به بحبل ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة ثم غدا عمر بن الجموح فلم يجده في مكانه فخرج حتى وجده في تلك البئر منكساً مقروناً بكلب ميت فلما رآه وأبصر شأنه وكلمه من أسلم من رجال قومه فأسلم برحمة الله يقول الخليفة الثاني رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار جماعة من المعلمين فكانوا يحفظون القرآن المجيد تحت إشرافه صلى الله عليه وسلم شخصياً ثم يعلمونه الناس الآخرين وقد درب الأربعة الذين كان عملهم أن يتعلموا القرآن على يد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعلمونه الآخرين كذلك كانت هناك جماعة من الصحابة تحت إشرافهم تعلم الناس القرآن الكريم وأسماء هؤلاء الأساتذة الأربعة الكبار هي كالتالي عبد الله بن مسعود سالم مولى أبي حذيفة معاذ بن جبل أبي بن كعب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرأوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعن أنس بن مالك أن نبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت وأقرأهم أبي بن كعب ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح نعم الرجل أسيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عامر بن الجموح وعن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألتني عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكا وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أدلك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لم آخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وفي ختام الخطبة قال أمير المؤمنين نصره الله أنه سيصل الغائب على المرحومين منهم أغلام حسن خان والداعي عبد الله مرسيكو والداعي السيد عبد الواحد رحمهم الله وألهم ذويهم الصبر والسلوان آمين